موسيقى موسيقى في الحرب ليست كل الضروب متاحة فهناك طرق عليك اجتنابها وجيوش لا يجوز مهاجمتها ومدن يجب أن لا تحاصرها وأوامر لا يمكن إطاعتها أهلا بكم في عسكرتايا سلاح الجو الأمريكي أعلن بدء العمل على خطط لتطوير القاذفة الشهيرة بي 52 لتتمكن من البقاء في الخدمة حتى عام 2050 الترقيات الجديدة ستشترك فيها شركة رولز رويس وبوين وستشمل الخطة التي من المنتظر اعتمادها قبل نهاية العام الحالي استبدال محركات القاذفة الأمريكية الأشهر في سلاح الجو بمحرك من طراز F-130 بتكلفة تصل إلى نحو مليارين وستمائة مليون دولار صفقة جديدة بين شركة ألبت سيستمز والقوات الجوية الإسرائيلية بقيمة 180 مليون دولار لتدريب الطيارين على طائرات F-16 حيث ستوفر الشركة مراكز تدريب ومحاكاة لطيارين الإسرائيليين للتعلم على كيفية التعامل مع جميع الأسلحة الحالية وكذلك أيضا في بيئات القتال المختلفة من المنتظر أن يتم تسليم مراكز التدريب خلال ثلاث سنوات كما تضمن العقد خدمات التشغيل والصيانة لمدة 15 سنة إضافية رصد تقرير أنشطة الفضاء السنوي لعام 2022 تخطي الصين لروسيا في عدد الأقمار الصناعية والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي وكذلك احتلال الصين للمركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة التقرير الذي أعده جوناثان ماكدويل عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية للفيزياء الفلكية أشار إلى تخطي الصين لأمريكا وروسيا في عدد الأقمار المخصصة لمهام دفاعية حيث تملك الصين 45 قمرا لأغراض دفاعية مقابل 30 للولايات المتحدة و15 لروسيا التقرير حرص أيضا على الإشارة إلى احتمالية امتلاك الصين عددا أكبر من الأقمار التي تعمل لأغراض عسكرية بسبب تعطيم بكين وحرصها على سرية معلوماتها لا تزال صناعة المنظومات المسيرة تشهد عمليات تطوير بهدف زيادة قدراتها وفعاليتها سواء في جانب صناعة المسيرات أو المنظومات المضادة لها شركة أندوريل الأمريكية اشتهرت مؤخرا كونها واحدة من الشركات المنتجة لمسيرات برية وجوية وكذلك بحرية وأيضا منظومات مضادة لطائرات المسيرة للوقوف أكثر على أحدث منتجات الشركة ودورها في هذا المجال معنا في السوديو رئيس مكتب الشركة في منطقة الشرق الأوسط السيد جون ماكدونالد أولا ميسر جون أهلا بك معنا وشكرا على وجودك معنا في السوديو ميسر جون الكثير من المسيرات موجودة في الأسواق اليوم لكن ما الذي يميز المسيرات التي تقدمها شركة أندوريل بدأت شركة أندوريل بتطوير البرمجيات وليس المعدات فنحن شركة برمجيات مدعومة بالمعدات لدينا أفضل مهندسي البرمجيات من شركات أوكولوس وسبايس إكس ومايكروسوفت والأفضل في جنوب كاليفورنيا نحن نستخدم الحوسبة المتقدمة أي إن المعلومات لا تعود إلى كومبيوتر كبير مما يتسبب في بطء العملية بل المعدات فيها رقاقة الكمبيوتر مثل تلك الموجودة في هاتفك وتقوم بأغلب العمل على المعدات مما يقلل المعلومات العائدة إلى الشخص المسؤول في حلقة اتخاذ القرار ولقد قررنا أن الشخص المسؤول في حلقة اتخاذ القرار هو الأسلوب الصحيح للقيام بالعمل أي إن الإنسان يبقى له الأثر والقدرة وفي نفس الوقت أخرجناه من الحلقة لأننا أردنا أن تقوم البرمجيات بالعمل وبلا شك لا نريد أن يكون هناك شخص خارج حلقة اتخاذ القرار فالإنسان دائما موجود في هذه الحلقة لقد تعاوننا مع أفضل شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات الخبرات في العالم فنحن لا نبني محركات المروحيات ولا نبني شفرات المروحيات نحن نأخذ من أفضل الشركات وبأفضل قيمة ثم نجمعها مع برمجياتنا من أجل المضي قدما بسرعة كبيرة جدا مثال على ذلك كم هو عمر هاتفك عام واحد نعم إذن آخر تحديث تلقائي كان ربما قبل بضعة أسابيع نفس الشيء ينطبق على البرمجيات حيث نقوم بتحديثها بشكل دوري وأسرع بكثير من قدرات المقتنيات الدفاعية السابقة وبالتالي فلدينا أسلوب مختلف للحصول على برمجياتنا وهو عن طريق الاشتراك الذي يشبه اشتراكك بخدمات الهاتف السنوية مما يحافظ على تحديث البرمجيات بشكل مستمر إذن التحديث المستمر هو أهم ما يميز مسيراتكم في شركة أندورل لكن فيما يتعلق بالمنظومات الاعتراضية للطائرات المسيرة أنتم اعتمدتم في التقنية التي تقدمونها على مسيرة اعتراضية ضد المسيرة العادية لماذا هذه التقنية بالضبط؟ وما الذي يميز هذه التقنية عن غيرها من التقنيات المضادة أو المنظومات الاعتراضية للمسيرات بشكل عام؟ قررنا تطبيق العلوم والفيزياء ليس فقط مع البرمجيات فعلينا أن نتذكر أنه خلال القيام بعملية مكافحة المسيرات فلدينا وقت قصير جداً لاعتراضها لذلك طورنا أسرع مسيرة ممكنة وتذكر أن المسيرة التي تحلق باتجاهنا حجمها يسوي حجم الحمامة ومن الصعب جداً اكتشافها ولذلك لدينا رادارات جيدة جداً مركبة على أبراج وترسل مسيراتنا إلى ذلك الاتجاه وبعد ذلك تهاجم من الأسفل إلى الأعلى والسبب وراء ذلك هو أن الحوسبة المتقدمة جداً في الرادار قدرتها كبيرة في استكشاف السماء ورؤية الهدف بشكل كامل من دون أي موعقات من الأرض لذلك طبقنا العلوم لتجاوز بعض نقاط ضعف التكنولوجيا وكذلك لتقليل الأضرار الجانبية النجمة عن الانفجار لأن مسافة اعتراض الهدف ستكون على بعد كيلومتر ونصف منا وسيسقط الخطام في المنطقة القريبة وآخر ما يميز هذه القدرات هو دقة النجاح في التخلص من الهدف التي تبلغ 98% حسب تقييم الوكالات الأمريكية خارج شركتنا طيب فيما يتعلق بمستقبل صناعة المنظومات المسيرة بشكل عام مصر جون الآن هناك الكثير من الشركات بتت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أين أنتم في أندريل من الاعتماد على هذه التقنيات؟ الأمر التالي المدهش من هذا العمل لا يحده إلا خيالنا وأخلاقيتنا فتخيل كل الأشياء التي يمكن للمسيرة أن تقوم بها والتي لم تكن ممكنة في السابق بسبب الكلفة مثل كل الصور الجميلة التي نحصل عليها من المسيرات والاستكشافات التي توصلنا إليها الآن ولم نتمكن من تحقيقها في الماضي بسبب عدم قدرتنا على التحليق إلى تلك الأماكن أو لأنها كانت مكلفة جدا مثال على استخدام هذه المسيرات هو في عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى الأودية العميقة في جبال الإمارات والعمل الذي يستغرق الأشخاص أياما للقيام به يستغرق دقائق أو ساعات لإنجازه باستخدام التكنولوجيا ومسيراتنا الذاتية مؤخرا أرسلت إحدى مسيراتنا الخاصة بعمليات الاستطلاع بعيدة المدى إلى إعصار إيان في الولايات المتحدة لأن طائرة هانتر المخصصة للأعصير تدررت كثيرا وأعيدت إلى القاعدة لذلك أطلقوا المسيرة وتمكنوا من تحمل رياح بسرعة 155 ميلا في الإعصار وتمكنت من القيام بما لم تتمكن أي طائرة من القيام به والتكنولوجيا مكنت الخبراء من التعرف على اتجاه الإعصار مما أسهم في إنقاذ الأرواح لأنهم حذروا السكان وطلبوا منهم الابتعاد عن مسار الإعصار فيما يتعلق بوجود شركة أندوريل في منطقة الشرق الأوسط أنت رئيس مكتب الشركة مسترجون هنا في هذه المنطقة أولا كيف تقيمون شراكاتكم وتعاونكم مع دول منطقة الشرق الأوسط وكذلك ما هي الدول التي تعتمد على المنظومات التي تقدمونها في أندوريل هنا في المنطقة تعمل شركة أندوريل مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة ونحن منفتحون لتقديم التكنولوجيا الدفاعية البارزة إلى المنطقة حيث يكون ذلك مناسبا تذكر أنه من بين أهم ثلاث أولويات شركائنا وحلفائنا في المنطقة هو أولويتان هما مكافحة المسيرات الجوية ومكافحة تهريب البشر والمخدرات التي بدأت تتزايد في كل هذه الدول وعلى سبيل المثال نحن منشغلون على حدودنا الجنوبية الشرقية مع 280 برجا فقط شيدنا جدارا افتراضيا في جنوب شرق الولايات المتحدة ومرقبة الحدود والجمال قبضوا على أربعة أضعاف الأشخاص الذين قبضوا عليهم في العام الماضي جزء من ذلك يعود لإعادة استخدام القوة البشرية والقوة البشرية في الشرق الأوسط محدودة ولذلك يمكننا الآن استخدام هذه القوة البشرية بكفاءة أعلى وترك العمل للآلة مما يترك المجال للبشر لإيجاد الحلول لتلك الأولويتين وبين خفر السواحل والشرطة وأمن الحدود نحن نقوم بأشياء كثيرة هنا في الشرق الأوسط ونحن متحمسون لوجودنا هنا شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل ما تفضلت به من توضيحات مصر جون ماك دونالد رئيس مكتب شركة أندرل الأمريكية هنا في منطقة الشرق الأوسط شكرا جزيلا على وجودك معنا تركيا التي تمكنت من اقتحام عالم صناعة السلاح مؤخرا هذا بحكم موقعها الجغرافية وما تمتلكه من شركات حكومية وخاصة نافذة في هذا المجال باتت تسعى مؤخرا إلى تعزيز دفاعاتها البحرية بصناعة محلية هذا بعد تجربة ناجحة على منظومة دفاع بحرية منظومة بارباروس هذه المنظومة التي تصنعها شركة روكيتسان التركية تتكون من رادار ومنظومة قيادة وسيطرة وتعقب للأهداف وتوجيه للنيران ذاتية الحركة وكذلك بطاريات صواريخ متنقلة كما سيتم دمج هذه المنظومة مع نظام أدفنت لإدارة المعارك لتحديد نوع الهدف والصاروخ المناسب للتصدي له المنظومة لديها القدرة على إطلاق نوعين من الصواريخ الأول من طراز تشاكير المضاد للسفن هذا الصاروخ يصل مدى حتى 150 كيلو مترا مع رأس حربي يزن حتى 70 كيلو جرام أما الثاني فهو من طراز كارا أتامجا المضاد للسفن أو الأهداف البرية والذي يصل مدى حتى 280 كيلو مترا مع رأس حربي يزن 250 كيلو جرام بعد الفصل قائد القوات الجوية الأمريكية بالقيادة المركزية يوضح أبرز التهديدات التي تواجه الشرق الأوسط أهلا بكم من جديد نشاطات مكثفة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا بدءا من الحرب على بقايا تنظيم داعش في سوريا والعراق وصولا للتصدي للتهديدات التي تشكلها الميليشيات الموالية لإيران منطقة الخليج شهدت تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في رسالة اعتبرها مراقبون تحذيرا أمريكيا مباشرا لإيران هذا طبعا بالإضافة إلى مناورات أمريكية إسرائيلية خدمت نفس الهدف للوقوف على دور القوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط معنا الفريق أليكسيوس جرينكوتش قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية أولا فريق جرينكوتش برأيك ما هو التهديد الأهم والأكبر الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط في هذه المرحلة هذا سؤال وجيه أشكركم على استضافة في حلقتكم لهذا اليوم من وجهة نظري فإن أغلب المشكلات المرتبطة بنعدام الاستقرار في الشرق الأوسط نبعة من دولة واحدة وللأسف هذه الدولة هي إيران إيران لديها مجموعة الوكلاء والشركاء في المنطقة وتوفر لهم المساعدات الفتاكة ويستغلون هذه الشبكة لبث الفوضى عبر منطقة الشام والخليج العربي ولمهاجمة أغلب شركائنا في مجلس التعاون الخليجي للأسف غالبا ما يكون المصدر هو النظام الإيراني ونشاطاتهم خلال سعيهم ليكون القوة المهيمنة في المنطقة جرينكوتش اشتركتم مؤخرا في تدريبات جوية مع القوات الإسرائيلية ويعني وصفها البعض بأنها رسالة أمريكية إسرائيلية مباشرة لإيران لكن على الجانب الإسرائيلي إسرائيل تؤكد مرارا حتمية توجيه ضربة عسكرية مباشرة لمنشآت إيران النووية أنتم في القيادة المركزية الأمريكية تتفقون مع إسرائيل حول وجهة النظر هذه أم لا لا شك أن البرنامج النووي الإيراني يسبب القلق لكل من يعيش ويعمل في المنطقة والمهام المكلة إليه هي ضمان الجهوزية وتوفير الخيارات المحتملة لردع الإيرانيين والاستجابة لأي تهديد نابع من حصولهم على سلاح نووي وهذا الأمر لا يقلق أمريكا وإسرائيل فحسب بل يقلق كل دول المنطقة وأعتقد أن أغلب شركائنا في المنطقة يتشاركون وجهة النظر حول ذلك حيث إن الحصول على السلاح النووي سيكون كارثيا للمنطقة وسيتسبب في زعزعتها بشكل أكبر ونحن نعمل بشكل أساسي عبر القنوات الدبلوماسية والطرق الأخرى في محاولة لمنع الإيرانيين من الحصول على مثل هذا السلاح دمج إسرائيل مؤخرا ضمن التحالفات العسكرية لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط كان أحد الأدوار الملقى على عاتق القيادة المركزية الأمريكية أين وصلتم في هذا الأمر؟ وعلى الجانب الآخر ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الدمج على أرض الواقع؟ الأساس السياسي لدمج إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية هو الاتفاق الإبراهيمي حيث فتح أبواب التعاون مع الجيش الإسرائيلي عبر المنطقة الإسرائيليون حالهم حال العديد من الدول الأخرى لديهم جيش متقدم جدا ويتشاركون وجهات النظر الخاصة بالتهديدات مع بقية شركائنا في منطقة مسؤوليات القيادة المركزية وأنا أرى أنه كلما زاد عدد الدول في المنطقة التي تخاطب إسرائيل حول التهديدات المشتركة التي تواجهنا جميعا وبشكل خاص من إيران أصبح وضع المنطقة أفضل وهو مصدر الاستقرار لدمج إسرائيل بشكل متكامل في الهيكلية الأمنية الموضوعة منذ سنوات جنرال جرينكويتش إلى أي مدى تعتمدون على الطائرات المسيرة في العمليات التي تنفذونها في هذه المنطقة خاصة في هذه المرحلة التي أعلن فيها عن تشكيل الكثير من القوات وكذلك الوحدات الخاصة لمكافحة تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات ومثل هذه الأمور التي تهدد أمن المنطقة بشكل كامل سؤال وجه أشكركم على طرحه ونحن نستخدم عددا كبيرا من المسيرات أغلب التي نستخدمها في عملياتنا هي طائرات نتحكم بها عن بعد MQ9 ونحن نستخدمها لعدة أغراض في المنطقة وكما ذكرت أغلب استخداماتنا لها خاصة بمكافحة الجماعات المتطرفة العنيفة وهذه المسيرات تزويدنا بالقدرة على مراقبة المناطق التي تشهد نشاطات داعش أو الجماعات المتطرفة الأخرى وقدرة هذه المسيرات على التحليق فوق تلك المناطق لفترات طويلة مفيد جدا في هذا السياق نحن في القوة الجوية التاسعة نسعى لتوسيع استخدام التكنولوجيا غير المأهولة والرقمية فمن ناحية أمن الحدود ومراقبة نشاطات التهريب فإن مثل هذه المنصات التي تحمل المجسات وإمكانها التحليق لفترات طويلة تمثل أداة مهمة للغاية فريق جرينكويتش أنت مؤخرا قمت بزيارة عدد من دول المنطقة لكن على المستوى العسكري كيف تقيم القدرات الدفاعية التي تمتلكها دول المنطقة خاصة في التعامل مع التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليسية سؤال ممتاز الدول التي تتعامل مع هذه التهديدات منذ فترة طويلة تعلمت كيفية التعامل معها ونحن في القوة الجوية الأمريكية نتعلم منهم وأستطيع أن أقول لك إن شبكة الاكتشاف والقدرة على إطلاق الطائرات المقاتلة لاعتراض المسيرات القادمة وأداء قدرات الدفاع الصاروخي لدى العديد من الدول من شركائنا مدهجة حقا ولذلك فإن التعاون الذي نشهده عبر الحدود بين الدول ذات المصالح المشتركة ضد هذه التهديدات التي تقدم بشكل أساسي إلى شركاء إيران مثل الحوثيين في اليمن فهذه الإمكانات واعدة جدا لجمع الدول ذات المصالح المشتركة لأن تعمل جنبا إلى جنب مع القوة الجوية التاسعة الأمريكية وفيما بينها من أجل مكافحة هذه التهديدات ولكن هؤلاء الشركاء يعلموننا أشياء جديدة في كل يوم حول كيفية مواجهة هذه التهديدات جنرال جرينكويتش مؤخرا بات هناك تعاون عسكري بين الصين وبعض دول المنطقة هل لديكم مخاوف القيادة المركزية الأمريكية من هذا التعاون أو تنامي التعاون العسكري ما بين الصين وما بين بعض دول المنطقة؟ لو سمحت لي بإعادة سياغة السؤال بكلمات مختلفة لأنني لا أعتقد أن الصين تتعاون مع دول المنطقة أعتقد أن إيران لديها علاقة صفقات مع هذه الدول بينما تبني لولايات المتحدة شراكات عميقة وطويلة قائمة على مصالحنا الاستراتيجية لأن الصين لديها مصالح اقتصادية ترغب باستغلالها مثل بعض المصادر الهيدروكربونية الموجودة هنا ولديهم الرغبة في التوغل في إفريقيا أو ربما لبيع بعض معداتهم العسكرية ولا توجد شراكة حقيقية وأود أن أذكر بمسألة إذا سمحت لي الصينيون كناديهم حضور في القرن الإفريقي منذ فترة طويلة ومع ذلك لا أتذكر مرة وحيدة قام فيها الصينيون باعتراض أي مساعدات فتاكة تتطفق من إيران إلى أحد وكلائهم أو قواتهم الشريكة التي تهدد إحدى دول الخريج فالصينيون ربما يكونون موجودين هنا إلا أنهم ليست لديهم أي رغبة في التعاون أو مشاركة المعلومات الاستخباراتية فهم فقط يخدمون المصالح الصينية خلال وجودهم هنا جنرال جرينكويتش ما بين الحين والآخر تظهر بعض الخلافات أو التبايونات في المواقف السياسية ما بين البيت الأبيض والإدارة الأمريكية وبعض دول المنطقة لكن على المستوى العسكري هل يتأثر التعاون العسكري ما بين واشنطن وما بين بعض دول المنطقة بسبب بعض الخلافات السياسية أم لا سؤال وجيه والجواب باختصار هو كلا العلاقة العسكرية بيننا وبين كل شريك أساسي في المنطقة قوية للغاية وبينما تتقلب العلاقات السياسية حسب الاختلافات السياسية أو التوفق السياسي أستطيع أن أؤكد لكم أن التعاون العسكري يبقى مستقرا ومستمرا وهناك شركات وصداقات وكل ذلك يوفر الاستقرار الكبير للمنطقة وأنا فخور جدا بقدرتنا على العمل باستمرار مع شركائنا على الصعيد العسكري بغض النظر عما يجري في المجال السياسي فريق أليكسوس جرينكويتش قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية شكرا جزيلا على وجودك معنا شكلت منذ دخولها الحرب العالمية الثانية مصدر القلق الأول لطيارين الأمريكيين المقاتلة اليابانية ميتسوبيشي A6M هذه المقاتلة التي اشتهرت بين الطيارين في القوات الأمريكية بالاسم Zero دخلت المقاتلة ميتسوبيشي إلى الخدمة في العام الف وتسعمائة وأربعين اعتبرت حينها أقوى المقاتلات الهجومية هذا بسبب قدراتها الكبيرة في المناورة وكذلك تحليقها لمدى بعيد يصل إلى الف وثمانمائة وسبعين كيلو مترا أول عملياتها العسكرية كانت في الحرب الصينية اليابانية حيث تمكنت اليابان بفضل هذه المقاتلة من تحقيق سيطرة جوية لفترة مهمة من الحرب كما شاركت أيضا بالهجوم الشهير على ميناء بيرل هاربور الأمريكي وألحقت أضرارا جسيمة بالقوات الأمريكية الموجودة في الميناء في هذا الوقت تميزت أيضا المقاتلة ميتسوبيشي A6M بقدرات نارية كبيرة حيث كانت مسلحة بمدفعين رشاشين ثقيلين من عيار 20 ملي متر وكذلك مدفعين آخرين من عيار 7.7 ملي متر هذا بجانب قدرتها على حمل قنبلتين كل قنبلة تزن نحو 60 كيلو جراما لكن في أواخر عام 1943 بدأت موازين القوى تتغير لصالح الحلفاء هذا بعد تمكن الشركات الأمريكية من تطوير مقاتلات أسرع وأقوى هذا الأمر أفقد مقاتلة الزيرو قوتها ورفع مستوى خسائرها بشكل كبير إلى أن خرجت من الخدمة نهائيا في عام 1945 حلقة عسكري تاريا لهذا الأسبوع قد انتهت الأسبوع المقبل المزيد من الأسلحة والمزيد من الصفقات في أمان الله ترجمة نانسي قنقر